السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في القناة الفنان المغربي رشيد الوالي يتدخل بخصوص ركشي الوقاع البارح خليكو مع الفيديو حتى الاخير وغتسمو اشن وقع واشن دار الفنان رشيد الوالي كما ما كتعرفو اه الفنان رشيد الوالي اه طيبة لقلب دياله دائما هو سبق لخير دائما يطبق الله عليه هنا اه اي واحد كيكون في الشيح الزكري يلقاه والبارح فاش حطات الفنانة اه المغربية اه عائشة مهماه ذاك الخبر فاشان اه مشات الكلينيك وخرجوها بسبب شيك وما عنداش ضمانة الفنان رشيد الوالي كيتدخل وكيقول باش ميك تجلقي له القال والاخبار والشائعات كنخبركم باللي الفنانة والاخت ديالنا العظيمة عائشة مهماه اجريت لها عملية من اجل تغيير البطارية التي تساعد القلب والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد ان وضعها الاطباء منذ اثنى عشر سنة كما في الصورة هي بنفسية جيدة طبعا التعب موجود لكن معنوياتها عالية والحمد لله تشكر كل المحبين وتشكر من يدعو لها بالشفاء لكن رجاء تطلب من عدم المتجرة بوضعيتها فعزت نفسها تمنعها حتى من الشكوى الاقرب الناس لها طبعا نحن نتمنى التفاتة طبيعية لتعيش ما تبقى من حياتها في كرامة وهو حق تستحقه هذه الفنانة والتي اعطت الكثير اذكر انه بالامس كان لي واخي هشام حديث مطول معها عبر الهاتف حيث ازعاجها ان مسح قبل ادخالها للعناية طلبت مبلغا وشيكا وهو ما جرح كبريائها لكن تم تغيير المستشفى وهو امر نذكر من خلاله وزير الصحة ومن يرغبون تغيير مجموعة من التجاوزات اللا انسانية في بلادنا اقول لاختي عائشة الله يتغل في عمرك وتعودي للفن مكانتك بيننا شكرا على كل هذا الحب ارجوكم لا تكتبوا اشياء قد تنقصوا من قيمة وعزة نفس السيدة بالشفاء العاجل نحبك اه وايضا زوجة الفنانة راشيد الوالي حتى هي تدخلات وكتبات اه يعني كنت من الكشيفة يعني فالصفحة دي لعبر الموقع التواصل اجتماعي دي لعائشة مهما وبزاف دي الفنانين تدخلوه تقول لها كنت من الكشيفة وانتي كتستحق كل خير وفعلا هذه الفنانة ها دي تبارك الله يعني دي اعطت لك كثير كثير في الصحة الفنية ومش منها غير الخير وتبارك الله يعني اه محبوبة لجماهير فعلا اللي قال العكس اراها غير اه ما عرفش كيفاش اه تبارك الله عليها واحد الانسان اللي عاشت اه يعني بدون اه فضائح بدون بوز بدون ولكن تبارك الله عليها الله يخليها صححتها والله يشفيها يا ربي وتبارك الله على الفنانة راشيد الوالي على التدخل دياله هو والعائلة دياله شكرا لكم اخواتي المشاهدة والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله